في عالم الغذاء والتغذية هناك احيانا بذور تأتي متواضعة الحجم ولكنها تحمل ثروة لا تقدر بثمن من الفوائد الصحية ومن بين هذه البذور الصغيرة المتواضعة تبرث بذور الشياء كاحد اكبر الكنوذ الغذائية المخفية تعد بذور الشياء بمثابة مصدر للقوة والصحة وهي تلتقط انظار العالم بسبب فوائدها الصحية الجذابة وقدرتها على تحويل اي طبق الى وجبة غنية بالعناصر الغذائية حيث يطفها البعض بالمعجزة الالهية في هذا الفيديو سنكتشف معا كيف تمتلئ هذه البذور الصغيرة بالقوة والصحة وكيف يمكن لهذه المعجزة الالهية ان تغير حياتك بطرق غير متوقعة اذا كنت تبحث عن اضافة سحرية الى نظامك الغذائي وصحة بشرتك فان بذور الشياء قد تكون ما تبحث عنه بالضبط اذا لا تنسوا العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اذا كنت تسعى الى تطوير صحاتك وليقتك وعقلياتك لنبدأ الان تعد بذور الشياء واحدة من تلك الكنز الصغيرة التي تحمل في طياتها عجائب صحية وجمالية لا تصدق يمكن ان تكون هذه البذور الصغيرة على مظهرها بسيطة ولكنها تحتضن في باطنها خصائص استثنائية تجعلها محط اهتمام الباحثين عن الصحة وعشاك الجمال ما هي بذور الشياء؟ تأتي بذور الشياء من نبات الشياء الاسم العلمي سالفيا اسبانيكا وهي نبتة تمتاز باصولها في المكسيك وامريكا الوسطى حيث كانت الشياء عنصرا اساسيا في الانظمة الغذائية القديمة في المايا حيث ذعني كلمة شياء في الواقع القوة في لغة المايا هذه البذور الصغيرة كانت محزوزة بان تكون محصولا هاما في العديد من الثقافات القديمة واليوم تجد نفسها في عصرنا الحديث تحت الاضواء بفضل فوائدها الغذائية الاثثنائية وخصائصها المدهشة القيمة الغذائية لبذور الشياء ان الحصة تحتوي على ملعقتين كبيرتين او 28 جراما من بذور الشياء على 9.8 جرام من الالياف و 4.7 جرام من البروتين النباتي و 8.7 جرام من الدهون بذور الشياء مليئة بالفيتمينات والمعادن حصة واحدة من ملعقتين كبيرتين من بذور الشياء تحتوي على 14% من القيمة اليومية للكاليسيوم و 12% من القيمة اليومية للحديد و 23% من القيمة اليومية للماغنيسيوم و 12% من القيمة اليومية للزينك وهذا من يعني ان الحصة الوحدة بمثابة هدية غذائية لجسمك فوائد بذور الشياء تعتبر بذور الشياء واحدة من اقدم المصادر الغذائية المستخدمة في الثقافات المختلفة حول العالم تمتاز هذه البذور بكيمتها الغذائية العالية والعديد من الفوائد الصحية التي تقدمها انها مصدر غني بالعناصر الغذائية والالياف والاحماض الدهنية الاساسية مما يجعلها مكملا غذائيا ممتازا للصحة ومن الفوائد التي تجعل بذور الشياء خيارا مهما في نظامنا الغذائي 1- غنية بالالياف الغذائية توصي جمعية القلب الامريكية بتناول 20-30 جراما من الالياف يوميا لصحة القلب والصحة العامة ان بذور الشياء تحتوي على نسبة عالية من الالياف الغذائية والتي تلعب دورا هاما في دعم الجهاز الهضمي وتعزيز صحة الامعاء الالياف تساعد في تنظيم حركة الامعاء وتقليل مشاكل مثل الامساك والاسهال اضافة بذور الشياء الى النظام الغذائي يمكن ان يساهم في تعزيز الهضم وتحصين صحة الامعاء 2- مصدر غني للأحماض الدهنية الاساسية بذور الشياء غنية بالأحماض الدهنية الاساسية مثل حمد الالفا لينولينك اوميجا 3 وحمد الالفا لينولينك اوميجا 6 هذه الأحماض الدهنية الاساسية ضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية وتساهم في تقليل مستويات الكوليسترور الضار في الدم وتعزيز صحة القلب 3- تعزيز الشبع نظرا لاحتوائها على الالياف والبروتين تساهم بذور الشياء في زيادة مستويات الشبع والاحساس بالشبع لفترة اطول هذا يمكن ان يساعد في تقليل الشهية والتحكم باكل الوجبات الزائدة مما يساهم في ادارة الوزن بشكل افضل 4- تحسين مستويات السكر في الدم ان بذور الشياء تحتوي على الالياف والبروتين وهم عنصران مهمان لمراقبة مستويات السكر في الدم يمكن ان تساعد هذه الغصائص في منع ارتفاع سريع في مستويات السكر بعد تناول الطعام مما يجعلها مفيدة للاشخاص الذين يعانون من مرض السكري او يسعون للوقاية منهم 5- دعم صحة العظام بذور الشياء تحتوي على كميات كبيرة من المهادن مثل الكاليسيوم والمغنيسيوم والفسفور والتي تلعب دورا هاما في دعم صحة العظام تناول بذور الشياء بانتظام يمكن ان يساعد في منع مشاكل العظام مثل هششة العظام والتهاب المفاصل 6- تعزيز صحة الجلد الاحماض الدهنية الاساسية الموجودة في بذور الشياء تسايم في تعزيز صحة الجلد والحفاظ على نظارته يمكن ان تساعد هذه البذور في تقليل مشاكل الجلد مثل الجفاف والالتهابات كما تقوم باصلاح التلف الذي طال خلايا البشرة لسبب او لاخر وتعمل على تسريع والتير الترميم وتعافي البشرة المتضررة كما انها فعالة في حماية البشرة من التعرض للمزيد من التلف 7- مصدرا للبروتين حسة واحدة من بذور الشياء تحتوي على 4.7 جرام من البروتين تنقسم البروتينات الى احماض امينية وتساعد الجسم على بناء واصلاح العضلات والانسجة والخلايا وتساعد على تنظيم جهاز المناعة بالمقارنة مع الكربوهايدرات فان البروتين يهضم بشكل ابضى مما قد يدعم مستويات السكر في الدم ومستويات الطاقة والشبع في الغتام يمكن القول ان بذور الشياء تعتبر واحدة من اغنى المصادر الغذائية ومن العناصر الضرورية لصحتنا يمكن تضمينها بسهولة في النظام الغذائي عن طريق اضافتها الى العصائر او الزبادي او الحبوب المختلفة بذور الشياء توفر فوائد صحية متعددة تشمل تحسين الهضم وصحة القلب والسيطرة على مستويات السكر في الدم ودعم صحة الجلد والعصام لذا لا تتردد في استخدام هذا الذهب الصغير لتعزيز صحتك العامة والاستفادة من فوائده الغذائية والصحية شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو اذا عجبك هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد منه كما يجسدنا تلقي اجابتكم عن سؤال الحلقة في خانة التعليقات ادنى شاركنا واشبتك المفضلة التي تستخدم فيها بذور الشيا الى اللقاء